لا بيئة ملائمة كتلك التي تصنعها الحروب لظهور أوبئة جديدة أو عودة أخرى قرضت منذ زمان طويل ولا بلد كاليمن بات حاضنا لأقدم الأوبئة وأشدها فتكا منذ أغسطس 2017 وحتى مطلع نوفمبر من العام الجاري توفي جراء مرضي الديفتيريا 66 حالة بحسب منظمة صحة العالمية في 20 محافظة من أصل 23 وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل 1100 حالة إصابة بالمرض المرض الذي ينتقل عبر جرثومة تدعى الوتدية الخناقية ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف سجلت أكثر حالاته في محافظتي إبو والحديدة حسب تصريح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الذي قال أيضا إن حالات الاشتباه بالمرض بلغت 933 حالة حملة تحصين وتثقيف تحدث عنها الوكيل في تصريحه واصفا جهود الوزارة ومنظمة الصحة العالمية بالكبيرة مشيرا إلى أنه تم تزويد المستشفيات والمختبرات المركزية بالأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال المصابين بالمرض بهدف مجابهته والحد من انتشاره فهل ستكون جهودا كافية لمنع سقوط المزيد من الضحايا أم أن قوائم المنظمات القادمة سترصد ضحايا جدد؟